يعني تعرف هو التطبيقات المحادثات الخاصة هذية موجود هو في قانون الارهاب حتى امكانية تدخول التطبيقات الخاصة وقتل يتعلق الامر بالتحذير لي شنوه لعملية ارهابي هذية موجود اي لهنية شنوه مع انت جماعة قالوا والله الرئيس به وعليه يغزر الاخر قام يضحك نتصور هكا مع الديسكيشون يعني بيسا نسكل يعني واحد قالوا والاخر قام يضحك ها ها والاخر عمل لك الهذيكك اللي تخرج لك متاعي يضحك برشا كده والاخر يضحك شوية والاخر يتبسم دونك سي ذاهرة مؤامرة من اجل اتفد لك على رئيس الجمهورة او الشاتم تو هذا كلام يعني بالحق يعني تو المر اللي فاتت حكينا في حاجة عليش التو ما زال ما عنيش ايجابة عليش صارت الهروب متاع خمسة ارهابيين حبي نقارب موضوع الارهاب في علاقة بالمسائل هذية لانو مهم عنا جديد رو اه بيه انتو سمك عليش يتسمى جديد اي اي بيه اللي انا عندي شو انا اذا كان الحبو نصدقوا الحاجة هذيك اللي خرجت اللي بديت تخرج اللي فعلا والاخر دهن روحوا بالزيت وخرجوا من عرشنية والفزيت هذيك مثلا فارضا هاذا موجود في المحضر باي باي صدقوا على ما يبدو وتحطوا وحدهم اقراب للواحد الخمسة تشدوا قالوا له ما ينتموا من بعضكم ها والحبو لحطوكم اقراب للحيت اقراب بش ما انت وبعد وهو زيت يعني اذا كان هذية هو اللي حصل مثلا التركيز متاع الامن والناس اللي بالحق كانوا مركزين معها مش كون دوك شمعت التأمر على من الدولة يعني خيم تركي وعصام شبيه اذوكم لقى اذوكم كاميراوات وتركيز مطلق وكذا يعني نحب الحاجة نقولها لهنا الناس اللي يخدموا على هل المراقبة على التليفونات اللي مركزين على الناس اللي عندها موقف سياسي ومعارض قديش جهد وينيرجية هزيناه من بالحق الخطر الحقيقي على التطبيقات تنجم تكون فيها محادثات بين الناس عندها توجه ارهابي ولا متطرف وهزين هالناس عندها توجه متاع شنوه؟ معارضة سياسية لانه اذا كان نتخلنا في العقلية متاع كل معارض هو ارهابي وكل ارهابي هو بالضرورة معارض انتهيه وقت بما انه عنا معارضة سياسية تتحاكم على الارهابي يولي حتى اي واحدة معارض ندخلوله ونشوفوله ولو واحدة وهذيكا كيناها قضية بتاع ارهابي مع انته تولي زوز مع انته يفادلك ولا هكا قالوا حاجات يقول بهي واحد احلم بالله يقول لي حاجة واحد يحلم وريقت في بلاسة في محطة ويتكلم كي يحلم وقال حاجة على الرئيس كيفاش تكيف هذي اروا يدزمنا عرفتك جات نوعا في الفترة الوسيطة الاسلامية جاء نوعا متع فقهية يبدأ يعملك فيه عرفتك الفتاوى الغريبة جدا على حاجات غير عادية نحن فقه القانون فيتون شو تخل في الجوة دي يا ذول انتهى حاجات غريبة جدا ولا يمكن توقعها ولا يجي على بيل حتى حد المهم هاوكا فاكر بلاسة الفلانية القاضي الفلاني ولا نيابة العامة الفلانية ولا المركز الفلاني حد قضية بذد ناس معارضة على ما تسيق لرئيس الجمهورية لا تخلنا في حالة بتاع كاريكاتورة ما عاش امكانية للتحليل بتاع ولا إله إلا الله جستماوه أنا زيدا نقتموه